اهلا بكم من جديد عادة الحياة يوم الثلاثاء الماضي من جديد في أوصال قطاعات وأنشطة اقتصادية أغلقت قصرا بفعل تداعيات فرضتها جائحة فيروس كورونا ومنها قطاع الرياضة وقطاع التدريب والتعليم التقني والمهني وسيسمح بتقديم الأرقيل في الساحات الخارجية بالمطاعم والمقاهي اعتبارا من منتصف شهر حزيران المقبل وسط هذه القرارات تأمل الأسراء الولدنية والكادرة التعليمي باتخاذ قرارات بعودة التعليم الوجاهي وتستعد الوزارة فعليا لذلك أنا بتوقع أنه عاستاني الدراسية الجديدة بيكون تفتح المدارس بيكون التعليم الجاهي وأنا بفضل التعليم الجاهي أكتر لأنه بيكون فيه تفاعل أكتر بين الطالب والمعلم بيكون فيه تواصل أكتر بتوصل معلومة بشكل أسرع وأحسن ويكون التفاعل كتير منيح بين الطالب والمعلم للظرف الصفية عندي بنات المدرسة بفضل الدراسة الوجهية على الدراسة الإلكترونية أكيد لأنه هي أجدو أحسن طبعا أنا متوقع أن الحكومة لفترة الجاية تفتح القطاعات الدراسية وتكون فعلا الدراسة وجهية وهي الأفضل والأحسن أكيد للطالب متوقع أن الحكومة تفتح سن الجاي بفضل وجاهي أفضل بيكون لأنه بيكون مع الأسادة بيكون أسطر وبفهم أكثر مع طلاب بشارك أكثر غير هيك يعني الوجاهي أفضل من أي شيء أفضل من التعليم عن بعض إن شاء الله أنها تفتح أحسن لأنه التعليم عن الوجاهي بيكون أفضل من التعليم اللي عن بعد لأنه التعليم اللي عن وجاهي بيكون أحسن وأفضل للطلاب وأحسن يعني الوقت اللي بيقضوه بالمدرسة أحسن من اللي قضوه برا المدرسة